موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام ومشاهدين الأخبارية السورية إلى هذا الحوار الخاص الذي يأتيكم على الهواء مباشرة مشاهدين الكرام قبيل جونيف 6 وبعيد أستنى 4 والاتفاق الذي تم التوصل إليه بإنشاء مناطق لتخفيف التوتر هناك مصالحات وطنية تسير على قدم وساق هنا على الأرض في سوريا حيث كلمة الفصل النهائية يجب أن تكون ميدانيا وسياسيا هل نحن أمام معادلات جديدة تقول بأن أستنى زائد المصالحات تغنينا عن جونيف هذا ما سنحاول أن نعرفه في هذا الحوار الخاص وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ طارق الأحمد أهلا وسهلا بك وأنت عدو المكتب السياسي ورئيس الدائرة الخارجية والإعلامية في الحزب السوري القومي الاجتماعي أهلا وسهلا فيك تحية سوريا تحياتي لك والمشاهدين والعاملين في هذه القناة والحقيقة أنا سعيد أن أكون اليوم بعد غياب شهر تقريبا عن هذه القناة التي أحب وأحب العاملين فيها بالعشرة التي بيننا منذ سبع سنوات إلى الآن بالتأكيد أهلا وسهلا لماذا هذا اليوم؟ لأننا وأنت ستسألي ترافق مع هذا الكم من الانتصارات الحقيقة الإنجازات التي تحقق على الميزان وبالتالي يعني ممكن يعطي تفاؤل للناس نستبق الأسئلة خلينا نسأل بداية يعني نحن على أبواب جنيف ستة ديمستورا قال بأنه يريد أن يستفيد من الزخم الذي حقق في أستنى أربعة ولهذا دعا إلى جنيف ستة على أي أساس تذهب الجمهورية العربية السورية من جهة نظرك؟ وما هو الزخم الذي فعلا يريد أن يستفيد منه ديمستورا؟ بصراحة أنا لا أشاطر هذا الرأي وكمراقب على الأقل إذا بديك كمراقب ومراقب يمكن حتى عن كثب أو باعتباري كنت مشاركة في بعض الجولات في جنيف ومن خلال ما يمكن أن نستعرضه ونشاهده من جولات أستنى التي سألت عنها منذ قليل وما تم الحديث عنه في جولات جنيف ونريد أن نتحدث بصراحة لم أجد حتى الآن مع أن السيد رمزي عز الدين تحدث عن الحالة التبادلية ما بين أستنى وجنيف حتى الآن مراقبتي للمشهد تقول بأن الحادث أن الحالة تعطيلية وليست تبادلية على الإطلاق جنيف يعطل أستنى ولا أستنى قمتل جنيف؟ حتى الآن جنيف يعطل أستنى أنت تعلمين تماما بأن التركيبة لأستنى مختلفة عن التركيبة لجنيف هناك رعاة لجنيف ممتدين يعني رعاة جنيف هم أصلا أضطروا في اتفاقيات فيينا واحد واثنين وحتى من شارك في ميونيخ اللقاء الأمني إذا صح التعبير الذي لم تشارك فيه سوريا كحكومة أو كدولة ولكن شاركت الدول التي هي على محيط الأزمة السورية سواء الدول الكبرى أمريكا الولايات المتحدة الاتحاد الروسي إلى آخره حتى إيران تركيا دول خليل شاركت طيب ليست أحد من الدول أبدا هي جمعية خيرية هذا من نافلة القول لكن حقيقة عندما تشارك هذه الدول هي تلقي بمصالحها على الطاولة وتبحث عن مصالحها في هذه المسألة نحن لسنا رومانسيين بحيث أن نعتبر هذا المعطى بأنه أزمة لكن يجب أن نكون دقيقين وليس رومانسيين عند التعاطي معها في تحديد كيفية تحقيق مصالحنا عندما يريدون أن يتعاطوا بمصالحهم سوف أؤثر الموضوع أكثر من ذلك أنت تعلمين بأن في أستنى هناك ثلاث رعات الاتحاد الروسي وتركيا وإيران وبالتالي تتذكرين منذ أستنى واحد حتى آخر اتفاق الذي هو ليس اتفاق قليل جاء بمثابة الصدمة الكبيرة يعني الاتفاق الأخير صحيح أنت كإعلاميين إلى آخر لم يكن سهلا لكن من الممكن احتوائه باعتبار أن الرعاة ثلاثة فقط بالتالي حتى مصالحهم أنت يعني كمراقبي فيك تقولي طيب فيني أرسم ملامح مصالح مثلا تركيا التي أعتبرها عدو وخصم فيني أرسمها وحددها لكن هل أستطيع أن أرسم مصالح بريطانيا وفرانسا وسعودية أنا سعود إلى هذه النقطة لأنها مهمة جدا ومن المهم أن نفهم يعني أين مصالح الدول الأخرى لكن يعني بالعودة إلى جينيف تعتقد بأنه جينيف معرقل لنتائج أستنى وبالتالي اليوم ديمستورة الدعوة لهذا الاجتماع على الفور ولمدة ثلاثة أيام فقط هو محاولة لفرملة النتائج التي صدرت عن أستنى أنا بصراحة يعني أستقي مما هو معلن وليس لدي شيء غير معلن في هذا الموضوع أنت تتذكرين بأن السيد لافروف وزير الخارجي الروسي عندما منذ فترة بعيدة الآن يعني أتحدث عن فترة ست شهر وما قبل قبل أن يطلق أستنى وصل إلى حد انتقاد السيد ديمستورة علنا في الإعلام بأنه يماطل أنا أقتبس من كلامه يماطل في عقد جولة جينيف تتذكرين هذا التعبير هذا عندما لم يعلن ديمستورة عن جولة جولة بعد انتهاء الجولة السابقة لذلك فلنتذكر عندما أطلق مسار أستنى سارع السيد ديمستورة إلى إطلاق بعده مسار جينيف تتذكرين إلى إعادة إحياء إلى إعادة إطلاقه وكانت تذكر أول موعد يمكن تماني كانون الثاني بداية العام إذا كنت غير مخطئ وبالتالي ما أريد أن أقول الآن في هذا الموضوع تم الحديث عن تماني شباط قبل اجتماع أستنى تماني شباط بعدما أجل بعد ذلك أول مرة مهم لاحظي أن كل مسار لأستنى أعقبه مسار جينيف طيب المراقب عندما شاهد مسارات أستنى لاحظ أول مرة تقدم صحيح كان الإعلان عن طريق الدول ثاني مرة انسحب الوفد وبالعكس كان فيه تراجع وفد المنظمات الإرهابية وفد المنظمات المسلحة الإرهابية ثم لاحظنا أنه مسار أستنى أصبح في وادي يعني أصبح لأنه كل مرة يعقبه مسار جينيف أنا أريد أن أقول لك بالملموس ما هو الموضوع؟ الموضوع بأنه ليس هناك تطابق عملي ميكانيزمي فيزيائي ما بين المسار السياسي والمسار العملاني على الأرض بجينيف بأستنى بصراحة فيه يوجد مع أنه خطير مع أنه سهل صراحة ولا حدا يفكر أنه أنا عم شجعه بمعنى أنه أنا كتير يعني مسرور فيه أو كذا هذا الموضوع خطير ومحفوف بالمخاطر وفيه دولة عادتنا هي تركيا وحاربتنا ونحن نعطيها صفة الضامن ولكن مع ذلك ملموس لكن هي ضامن للتنظيمات الإرهابية كانت سوريا واضحة ودقيقة في هذا الأمر صحيح لكن عندما تدخل بالمسار السياسي وتتعاطي معه هذه المسألة ليست سهلة ليست سهلة عليك ليست سهلة ولكن مع ذلك التعاطي فيها الملموس قابل القياس إلى اليوم أستنى ما هو معلن عنه بأنه يأخذ الشق العملي على الأرض يعني لا أريد أن أوصفه بأنه عسكري لأنه الطرف الآخر هو عبارة عن تنظيمات إرهابية ولكن يعني مجازا يمكن أن نقول بأنه أستنى أخذ الطابع عسكري جنبه لأخذ الطابع السياسي لا بصراحة يعني لما بتجي على يعني هلأ أنت بتصدقي أنه لما راح محمد علوش على جنيف يعني ما كان عم يحكي عسكرة يعني هو ما هو عسكري هو ما هو كمان التنظيمات الإرهابية هو ما دخل وأعطى ذلك البعد يعني أنا بشاهد عدة أخطاء في جنيف إذا بدك خاصة بعد ما استقي من لقاء أستنى ليزج في جنيف لماذا؟ ممثلين عن تنظيمات إرهابية تذكير البيان أستنى الأول كان ينص على أنه ثلاثة من ممثلي تنظيمات إرهابية سينضمون إلى وفد المعارضات وفد مين؟ وفد الرياض إلى وفد الرياض إلى وفد الرياض إذن تم تفقيل وفد الرياض تم تشارعنت وجود محمد علوش يعني عليك أولا تم شرعنته تم شرعنته تم غسله مثل غسيل الأموال يعني إدخاله إلى المغسلة وتم غسله وجعله شخص سياسي صحيح؟ لكن هذا الأمر غير منطقي لأنه كل الناس تعرف الجرائم التي ارتكبها هذا مع ذلك جلس على الطاولة هذا ما أريد أن أقوله جلس على الطاولة ولابس قرأ ما بعرف رابس قرأ مهم على الأقل لابس طاقم ما بتذكر الصورة بس موحة لإدأنه ما مشكلة كمان لكنه هو جالس على الطاولة طيب قارني ما بين الوفود طيب ما في عندك منصة موسكو ومنصة القاهرة على الأقل طيب ما هو صفتها تلك المنصتين بالمقارنة مع منصة الرياض هاي منصة سياسية في ناس يعني البعض الله يعينهم ما عندهم حدا وهني يعني جايين بمعادلة دولية معينة وهون في عندي أنا وفد ضخم هائل تم تثقيله بمنظمات مسلحة على الأرض وبالتالي كيف يعني أنا اللي بيخطر على بالي كيف ستدور العملية السياسية ألا يعني بدي أقول لك شي أنت بتعرفي إلى الآن ما جرى نقاش أو حديث في جينيف منذ أن طلقت العملية إلى الآن بمعنى أنا طبعا كنت دوما ضد التفاوض مع الحوار لا تفاوض ولا حوار للآن نحن في إطار أسئلة وأجودة وانت كنت بجينيف تعرفي نعم بالعموم يعني الرئيس الدكتور بشار الأسد قال قبل يومين في مقابلة بأنه جينيف يعني يروح مكانه إلى الآن تماما كله عبارة عن أسئلة ترسل للوفد بيروحوا بيغيبوا يومين يعني بيعطيهم سيد دمستورة أو فريقه بيعطيهم عدد من الوقت بيروحوا بيجهزوا أسئلة وبيجولوا عنده بيجاوبوا حتى الآن فيك تقولي عملية جينيف ما دخلت أصلا يعني ما لم تبدأ فعليا لا لا لم تبدأ حقيقة يعني بدأ دمستورة وكانه متفائل بالجولة المقبلة بأنه يمكن أن تدور العجلة يعني قبل جولتين ضم الاتفاق على يعني أن يكون الحديث في أربع سلال متوازية متساوية الأهمية لنذكر هي المحاربة الأرهاب الحكومة الدستور والانتخابات طيب دمستورة بدأ متفائل بأنه هاي الجولة يمكن أن تحقق شيئا يعني إذا هو متفائل بسقف أنه أن تعقد جينيف فهو بيصير تفاؤل في محله بس مش أكتر من هيك يعني أبدا لا أكتر أبدا مو أكتر من هيك لأنه أنا يعني بدي أقول لك حتى في مسائل كتير تطرح صدقيني الآن يعني أنت اليوم أصبح لديك واقع في الشمال مثلا على الأرض محادي عم يحكي فيه أبدا بجينيف صحيح؟ واقع القوات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية التي أصبحت موجودة في الطبقة وجيد أن ستسلم سد الفرات إلى الجيش السوري أو للحكومة السورية ولكن هذا الامتداد وهذا المشروع الذي يكتنفه الكثير من الغموض لكن يكتنفه أيضا توازنات دولية وسنتحدث عن هذه التوازنات الدولية يعني اليوم التركي والأمريكا على طرفين قيد مما يحدث في شمال السوري منيح طرفين قيد لأنه أنا بدي أغير لك بس تعبير توازنات يكتنفه مراهنات دولية حتى الآن لم تصل إلى درجة التوازن لا يعني أنا معك لكن فقط لا يمكن مستلح توازنات أنا استخدمتم بمعنى بأن كل دولة لها تقلوها في تلك المنطقة دفع أمريكي دفع أمريكي مجهول الأفق وماذا تريد أمريكا باتجاه منطقة الشمال ليس موجودا كمعادلة في جينيف على الإطلاق فكيف يمكن مطابقة طب هذه إحدى الثغرات الكثيرة والكبيرة جدا الموجودة في جينيف بالتالي هل يمكننا الحديث بأنه فعليا نحن اليوم نصير على خطأ أن تكون أستنى اجتماعات أستنى التي لها كما قلنا طبع يعني ميداني على الأرض والمصالحات المحلية بديلا فعليا وحقيقيا عن جينيف هلأ قاربنا المسألة أن نوصل نتيجة بينه وبينك عمليا لأن ما تقولينه صحيح ولأنه إذا بدك بالمعنى التجاري كاش دغري على الأرض بمعنى أن سوريا الدولة سوريا الدولة سوريا الوطن كله استفاد مباشرة على الأرض بأنه حقق مزيد من المصالحات الوطنية التي هي بالأساس نهج الدولة السورية منذ عام 2012 بتتذكري هذا الأمر على هوامش أستنى بمعنى لأن الدولة السورية تشترك في أستنى وتجلس كوفد ولم تمتنع عن ذلك وبالتالي جرت على الأرض مثل ما حكيتي أنه على الأرض له مفاعيل مباشرة وممسوك باليد وبالتالي جاءت المصالحات الوطنية لكي تكون هي رديفا لأستنى لذلك ما أخشى بصراحة وهنا بيكون فحوة كلامي بعنوان أن جنيف يأتي لتعطيل مسار التهدئة على الأرض وأريد أن أقول لك بس عبارة أخيرة رؤيتي في حل الأزمة السورية لا يمكن أعتقد ذلك أعتقد ذلك لا يمكن حل الأزمة السورية أنه مثل الفيلم يكتب The End وينتهي أنه هذا أم تخلص الأزمة هذه الأزمة كما بدأت تصاعدية ستنتهي بشكل تنازلي درجة درجة وما تشاهدينه من فعل الدولة على الأرض من فعل المصالحات الوطنية هو أفضل تعبير لذلك وليس أنه تصير صفقة بجنيف وبتنتهي فجأة لكن تقول بأن جنيف يأتي لعرقلة مسار المصالحات وطنية لعرقلة مسار أستنى لكن الوصول إلى اتفاق في أستنى أساسا كان نتيجة تفهمات معينة بين دول منخلطة فيما يجري في سوريا سواء إيران والاتحاد الروسي لنحية دعم الحكومة السورية في مواجهة الإرهاب ولنحية التركي الذي أيضا لا يعيش في فضاء معزول عن محيطه يعني التركي له عمق في الناتو التركي له عمق إسلاموي يعني لسعودية ولقطر تحديدا إخواني لدى السعودية وقطر وأيضا التركي له علاقات وطيدة بالأمريكي وهو أدات من أدوات الأمريكي بس إذا راح الأستنى لوحده وهذا ما جرى بيكون في حال التناقض وتنافس أنت بتتذكري أن التركي تناقض وتنافس مع قطبين سألتي عن العالم الإسلامي خلينا نحكي بوضوح تناقض مع قطبين رئيسيين هما الرياض والقاهرة عبر سنوات الأزمة السورية كلها تتذكري؟ وطبعا هذا كان في أسباب موضوعية داخل الرياض تناقض معهم على مناطق النفوذ على كل المشروع اللي بيتذكر أنه مثلا ولاية الملك عبد الله السعودي السابق هي غير سلمان يعني من يعلم يعلم بأن الملك سلمان هو أقرب إلى الإخوان المسلمين بينما الملك عبد الله لم يكن قريبا منهم هذا بالتحليل أيضا بالظرف الموضوعي أنه محمد مرسي شيء والسيسي شيء آخر ولكننا نحن كسوريين نحن عاصرنا كل هؤلاء بتناقضاتهم المختلفة وبتفاعلاتها وتطبيقاتها على الأزمة السورية وبالتالي التركي ليس معبرا عنهم بهذه الحالة وإنما قد يكون تنافسيا مع بعض مشاريعهم لكن كان قادرا على الذهاب والاتفاق في أستنى وتوقيع على هذه الاتفاقات هذا ما فعله ووضع نفسه في خانة الضامن لهذه التنظيمات الإرهابية لو لم يكن لديه أقله يعني ما رح أقول ضوء أخضر ولكن يعني لنقول يعني بعض الهامش الذي يمكنه فيه أن يعني يناور الهامش صح ولكن ضوء الأخضر لا أنا بوافقك على الثاني لن أقول الضوء الأخضر ولكن أقول الهامش حطيت التعبير الصح الهامش صح لماذا؟ لأنك إذا درستي الحالة الجيوستراتيجية للحرب السورية ستجدين بأن سبعين بالمئة من أوراق اللعب إذا تحدثنا عن الموضوع يعني هيك بشكل مجرد هي بين سبعين وأكثر من ذلك بين هذه الدول الثلاث روسيا إيران تركيا كدول محيطة في سوريا حتى دول الخليج 30% تظل للسعودية وأقل من ذلك والكيان الصهيوني والأمريكي وأقل من ذلك أنا عم بتحدث عن الأزمة السورية سأقول لك لماذا؟ لأنه حتى أموال الخليج انتبهي حتى أموال الخليج مع أن الأردن دولة بجنوب سوريا الآن بدأت بدأ فقط الحديث عن انخراط الأردني الشديد ولم ينطلق بعد وبالعكس دونه مخاطر ودونه تدمير الأردن أصلاحاً وعلى ما يبقى الأردن يستشعر يستشعر لأنه عم يلعب لعبي أكبر منه بصراحة يعني جر إلى جر وهو بيعرف أنه عم نحكي بصراحة الجغرافية لا يمكن الجغرافية تتحدث لوحدها لماذا يقال دائماً التعبير الجيو بوليتيكي يعني الجغرافي السياسي لأن الجغرافية بصراحة ما حتى بيقدر يعني يتجاهل لما بتحكي عن الجبال والأنهار أنت شو عم تحكي لي عن دولة صغيرة الآن تتحمل هكذا مشروع فيه يكسر الرأس بسهولة أما تحكي عن تركيا لا تركيا دولة ضخمة عندما انخرطت في الحرب السورية وعندما انخرطت في الحرب ضد سوريا هي لديها امتدادات يعني بصراحة ما أدرت لا إيران ولا روسيا أنه تروح تعاقبها لتركيا خلينا نكون واضحين مع الناس صحيح؟ أدرت تروح تقول لا يا تركيا أنت فعلت كذا وكذا وتعب بدي حطك على العقاب الروسي بمرحلة من المرحل تخذ قرارات حازمة ضد تركيا تخذ قرارات حازمة لكن لا تنسي بأن يعني واحد من أكبر ميزان التجاري بين تركيا وإيران 30 مليار دولار بين تركيا وروسيا 40 مليار دولار وخلال الأزمة السورية أنا بحب كون شفاف مع الناس وأنت بتحب ذلك بالعكس كان هناك أكبر المشاريع أكبر خطط المشاريع خلال تلك الفترة هذا الجرافية السياسية يعني الدور المعرقل يمكن احتواءه أو من الأفضل احتواءه أفضل من الذهاب إلى الصدام المهائي معه لأنه سيؤدي إلى التدمير الكامل صحيح وربما من هذا المنطلق الروسي والإيراني يتصرفون من هذه النحية ومن ناحية مصالحهم لا خلينا ومن ناحية مصالحهم في المنطقة وهذا أمر بصراحة بديه وطبيعه لكي نستطيع التعاطي مع الأحداث والتعاطي مع الأزمة يجب أن نكون شفافين وواقعيين لكي لا نعطي الناس مساحيق تجميل لا في مصالح أيضا لا تنسي أن إيران علي عقوبات روسيا علي عقوبات إيران في صراع روسيا في صراع وبالتالي التعاطي هو تعاطي كلي وليس تعاطي جزئي ولكن حسب كل واحد حسب حجمه هنا تركيا دولة كبيرة يتم التعاطي معها حسب حجمها لاحظة أن روسيا وإيران ساعدوا أردوغان في الانقلاب الذي الأقلام الغربية تحدثت بأنه أمريكي الولاء على الأقل هناك أقلام تحدثت بأن الانقلاب كان انقلاب مزعوم لكي يتابع أردوغان تصفية معرضي تم الحديث عن كل شيء فقط لعرض بس عفوا لكي كان الـ 70% وبأكد لك أنه أكثر بها ثلاث دول هي أنه حتى الأموال الخليجية التي ذهبت ذهبت عن طريق تركيا يعني أنا ما عم بأخذ الأشهر الأخيرة أنا عم بأخذ خلال السبع سنوات الأخيرة من يعرف تماما بأنه معظم الضخ كان عن طريق سوريا تركيا يعني الإرهابيين مطار إسطنبول هو الذي يشهد على العبور والحدود التركية التي قوم شاء في إسطنبول والمدنة التركية تشهد على علاج الأرهابيين هي الزخم الأكبر دخولهم وخروجهم عبر الحدود لكن أعود إلى ما كنت سألته لك سابقا بأنه اليوم توصل إلى اتفاق يعني حتى سيرجي لافروف مثلا ذهب إلى واشنطن وتحدث مع دونالد ترامب رئيس الأمريكي ومع ريكس تيلرسون وزير خارجيته بموضوع إنشاء المناطق مناطق تحفيف التوتر في سوريا وقال أنه يجب أن يكون هناك تعاون من مصلحة الأمريكي قال بأنه يكون هناك تعاون مع أدوسي بالتالي هذا التفاهم هذا الذي أنجز في أسطنبول هو تم نوعا ما بتوافق دولي ما الذي يمنع؟ ما الذي يعطي هذا التوافق في أسطنبول؟ لا أعتقد ذلك ما تم في أسطنبول حتى الأخير هو بتوافق بين تلك الدول الثلاث كما قلت لك التي تمتلك 70% من أوراق أكثر لكن الولايات المتحدة الأمريكية تغني غير موال الأمريكي لم يعترض بشكل مباشر طبيعة السياسة الأمريكية تاريخيا أنها تدير الأزمات ولا تحلها وهي لن تعطيكي أي صيغة واضحة مو ترامب غير أوباما بهذا الموضوع تقريبا نفس النهج السياسة الأمريكية منذ الحرب الكوريتين يعني لاحظة حرب الكوريتين بعدين بجيلك يعني هي امتداد للأنجلوساكسون البريطانية إلى الهند والباكستان إلى أفغانستان وانت ماشي الأزمات في العالم كله تمتد إلى منطقتنا وحتى إلى المغرب وحتى بعدين إلى أمريكا لا يوجد أزمة تم الإعلان عن نهايتها أو تم الإعلان عن حلها على الإطلاق هي بتعمل منجمنت للأزمات وتستفيد من هذه الأزمات يعني لاحظي مثلا هذا الشيء الغريب العجيب أنه هذين الحليفين في الشمال السوري للولايات المتحدة الأمريكية كأحزاب أو كقوة اللي هي أردوغان تركيا وحزب الاتحاد الديمقراطي يعني حزب البايدي يعني صالح مسلم أنا حابب ما أقول بصراحة أنا بتوخى أنه ما أقول الكرد لأنه ما بصير الكرد مكونات لأشعب لكن عم نحكي عن حالة حزبية معينة وعسكرية شوفي هذا عم تدفع فيهم الولايات المتحدة الأمريكية لتصادم تاريخي هائل إذا بدك بل ومع ذلك لازال هلأ اتنين عم يزوروها واتنين عم يتعاطوا معها واتنين عم تسلحهم طب هنا يجب أن نسأل إذن ما الذي يريده الأمريكي يريد أن يصمت عما يحدث في أستانا ويعني يدعي الموافقة يعني استنادا على ما قلت بحضرتك وأن يعرقل في جنيف لأنه يعني يبدو في جنيف هو أقولك هو ما بينخرط تمام هو ما بينخرط يعني طبيعة الولايات المتحدة طبيعة العمل الدبلوماسي ما هو عمل نهائي بمعنى هو أول شيء معروف عن دبلوماسي أنه ما أنا واضح بشكل عام العمل الدبلوماسي أنه ما أنا واضح ما بيعطيكي كلام نهائي وواضح أنت لازم تستشفي شو هو طبيعته تتعاطفي ضمن مصالحك بما تسمعي لكن أنا هل أستنتج أن هناك تفاهم تفاهم أمريكيا روسيا إن على أستنى أو على جنيف أو على العملية السياسية أنا شخصيا أقول لك من المبكر الحديث بأن هناك تفاهم بالعكس لكن كل طرف يزج بأوراقه ويحاول أن يعمل نوع من المقاربة للمسائل يعني ضمن أوراقه ضمن ما يستطيع وضمن قوته يعمل أكثر ما يستطيعه يعمل مقاربة للمسائل وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ما حدا يفكر أنه ستطلع تعمل تصريح وتقول لا أسمح لكم بأن تجتمعوا في أستنى وبالتالي كل دولة تتعاطى بفضائها الجيوستراتيجي وبقوتها وتحاول أن تشتبك سلبا أم إيجابا مع القوى الأخرى بشكل تشاطئي يعني مع بعضهم بعضا وهذا بكل الأحوال صراع إراداته ومكاسرة إرادات يعني هذا لا ينتهي بصراحة طيب أيضا بالحديث عن جنيف المقبل وما الذي يمكن أن ينتج عنه هناك شيء لافت يعني ما أعرف إذا إله أهمية ولا ما إله أهمية لكن لافت نظري أنا تحديدا يعني منه ثلاثة أيام بس ما الذي يتوقع ديمستورة بثلاثة أيام برأيك؟ هلأ حتى صح لافت ثلاثة أيام وحتى تصريح السيد رمزي أنا شخصيا حسيت أنه غار من أستنى يعني أستنى عم يروحوا ثلاثة أيام عم يطلعوا بإنجاز نحن نعمل ثلاثة أيام أنا أنا يعني ما أعتقده بأنه ليس هناك أجندة يعني بصراحة من الصعب يعني حدا ممكن يعني يتخيل أنه بثلاثة أيام ممكن أنه يكون في صيغة للحل يعني صدقيني هذه الوفود أنت لاحظي فقط أنت كإعلامي ومراقبة طلعي فقط بالكاميرا هذه الوجود وجوه تتبدل يعني يمكن الوفد الوحيد الذي لا يتبدل أفدا هو وفد الحكومة السورية صحيح؟ يعني وفد الجمهورية العربية السورية لأنه أساسا هو واضح المعالج ومفد لكل الشعب السوري بثقة كل الشعب السوري أما ما تبقى أما ما تبقى فهو يعني حجم تبدل صدقيني ما بلحقوا يتعرفوا على بعض يعني ما بلحقوا يشيلوا الفيزيت كارد ويعطوه لبعض وبالتالي هل يمكن لعاقل أن يتخيل بأنه بواقع من هذا النوع يمكن حل أزمات أو حل أزمة معقدة كالأزمة السورية؟ لا تخيلي يعني أنه تحلي هالأربع سلال الهائلة جدا تشكلي حكوم أو حكومة وتحلي مشكلة الإرهاب وتحلي شو لسه عندك الانتخابات بثلاثة أيام أو تؤسسي لهذا الموضوع نحن أمام محطات بصراحة محطات واستحقاقات دولية بمعنى أنا شبهته حتى لأحدهم يعني وقت اللي كنا في جنيف أنه هذا جنيف أصلا هي جنيف اللي بيعرف تأسيسها أصلا وهي تركيبتها كمدينة هي عاشت على هامش الصراعات الدولية تاريخيا وفيها نوع عدد من المنظمات بصراحة التي موجودة كانت أصلا الحرب العالمية الأولى والثانية والتي هي خرج أو يعني عندها نوع من الاستقلالية بتفتح علاقات على مختلف الجهات حتى الأكثر تطورا ما في إلى علاقات تبلوماسية بالتالي هي طبيعة جنيف أو طبيعة سويسرا يلي هي نوع من الخزان السياسي والخزان المالي اتنين خزان المالي مشان السياسيين اللي بيهربوا يخبوا أموالهم بالبنوك وخزان السياسي مشان الصراعات الكثيرة ترجعت يكون فيه إلى مكان لحلها نوع من الخيمة يعني بين لكنها ليست وصفة للحل يعني حتى الآن هي ليست وصفة للحل ما فينا نعطي لكن أنا فقط ما يزعجني في الموضوع أنا كنت دائما أتمنى بأنه الآن في جهد في أستنة عم يتقدم أعرف تماما بالملموس كما أنت عم تراقبي بأنه هذا الجهد عم نقدر نحن نترجمه على الأرض كدولة سورية يعني كدولة سورية أقصد الحكومة السورية وكل القوى المساندة وأحزابها ومعارضة الداخل الوطنية والأحزاب الجديدة والقديمة يعني كل هذا الجهد الوطني بيقدر يصب في عمل في جهد داخلي يترجمه على الأرض ولكن مثل ما قلتلك أعتقد بأن وجود جينيف بهذا الشكل ما عم يخلي عم ي بهذا الشكل المنقوص طب أنه بأي معنى تحدث عن الجهد الداخلي لأنه نحن اليوم المسارحات الوطنية تسير على قدم وساقه هناك خبر عاجل يعني قبل قليل كان على شاشة الأخبارية السورية بأنه وصلت حافلتان من جرابلوس إلى مدينة حمستو قلان 41 شخصا مما خرجوا من حي الوعر بحمس وعادوا بسبب المعاملة السيئة التي تعرضوا أنا بصراحة هذا بالنسبة لي أحلى المشاهد أحلى المشاهد على الأطلاق بالتالي يعني المسارحات وطنية تسير على قدم وساق أو هلأ في البعض أنا مبلشيني على الفيسبوك أحياناً لما بحكي كلامي لو كانوا حملت سيلحهم هذا الاعتراف لاحظي أنه وتتذكري أنت من الذين يعرفوا وعانوا كان بين تحت أيدينا المسلحين والحمد للعسلامتك والسلامة الجميع والحمد للعسلامت كل الشعب السوري والأنتيجة كل الشعب السوري حتى لو كانوا مسلحين حتى لو كانوا مسلحين تماماً أنت مع الموضوع لكن هذا دليل على أنه هذا إثبات على أنه بالنهاية الدولة السورية سوف يأتون سوف يأتون ويعترفون بها بالنهاية طيب لكن هذا دليل أيضاً بأنه جنيف لم يستطع أن يعرق المسار للمصالحات المحلية هل ستنتج المصالحات المحلية حلاً سياسياً بالحجم وبالقدر أو هل سيسمع حقيقةً أن يكون هناك حل سياسي بهذه الطريقة من خلال المصالحات من خلال المصالحات الدول المخربة ألا تتدخل لكي تعرقل إنجاز فعلاً دستور جديد يكون مرضياً لكل السوريين لأننا نتحدث عن قضية داخلية الأزمة في سوريا ليست أزمة داخلية أكيد تتفق معي بهذا ليست أزمة داخلية في حالي داخلية طبعاً في أزمات داخلية مش أزمة وحدة في أزمات داخلية لكن بمجمل الأزمة هي صراع دول وفي صراع دول طبعاً في صراع دول وفي كان عفواً أنا ما في جمود بالحياة السياسية كان لفترة طويلة وفي هذا الأمر ما تغير أبداً يعني رؤيتنا فيه لكن حقيقةً ونحنا كيف يعني أنت ليش أصلاً ليش ليش في مبادرة للسيد رئيس الجمهورية حول الحوار السياسي من 2012 تتذكري هذا الأمر نعم لو ما كان فيه أزمات في الداخل بيطرح الحوار السياسي لا فيه واجب للحوار السياسي ولكن صحيح أنت هلأ ما طرحتي هذه المقاربة بصراحة هذه المقاربة التي أحب تماماً والتي نرغب بأن تكون بأن يكون حواراً داخلياً سورياً سورياً لا بجنيف ولا بغير جنيف يعني ليس في الخارج ونفضل أن يكون في الداخل ونفضل أن يكون على قاعدة المصالحات المحلية التي تتم لماذا؟ لأنها أكثر مطابقة على الأرض بصراحة يعني أنا ما فيني يجيب اليوم فلان وفلان وفلين بتعرفيهم بتشوفيهم رايحين على جنيف البعض وما عندهم حزب أو ما عندهم حدا على الأرض يعني بصراحة وتركين الأحزاب تركين الأحزاب الكبيري والموجودي واللي هي موجودي على الأرض ليس لديها وجود على الطاولة السياسية كيف يعني؟ يعني هذا شيء من غير المعقول نوع من العبث يعني هذا دليل على أن مصالح الدول قد تفرد أشياء غير منطقية على مين هي منصة القاهرة مثلا؟ مين؟ يعني مين؟ أعطيني مين للأسماء؟ مين؟ شو هاري؟ يكونوا أحزاب معارضة؟ يعني لا الليلة شو بيمثله يعني الليلة شو بيمثله واحد ممثل يعني تمثيله جيد ممكن كلنا شفنا ممثلات موسلسلاته عفوا مو ممثلاته والتاني كمان شخص كان ممكن شي سني بالخارجي وبعدين ترك ومشي صحيح؟ يعني وين هذا النضال السياسي؟ لا إذا بدك أنا في عندي ناس معارضين حقيقيين كانوا موجودين في داخل سوريا هذا دليل وتاريخيين موجودين وواقفهم وطني أيضا في الشأن الوطني الكبير وبالتالي هؤلاء يعني يتجاهلوا هم أو ترك فقط المعارضة؟ لا الحوار السياسي يشمل الجميع ولا يشمل فقط المعارضة والحكومة؟ لكن هذا دليل يعني وجود بعض الشخصيات التي تصف نفسها بالمعارضة أو وجود معارضات في جنيفو ليس معارضة واحدة يعني حتى التنظيمات الإرهابية اختلفوا بعضهم بعدما راحوا على أسترى ودبحوا بعضهم بالغوطة وفي إدلب وفي أكثر من مكان طيب هذا دليل على أنه القوى التي تتلاعب بأمن السوريين والتي تسفق دماء السوريين لا تزال إلى الآن مؤثرة يعني ما نضحك على بعض مؤثرة لدرجة أنها تستطيع أن تتلاعب حتى بهذا الأمر حتى بمن سيضع الحل السياسي أو مع من سيتم بحث الحل السياسي وهذا دليل على أن مصالح هذه الدول يجب أن تبقى محفوظة تماما هذا اللي انطلقنا بحديثنا منه أنه هني نعم ينطلقوا من مصالحهم مش من مصالحتنا وخلينا نشرحها مصالحهم هذه الدول أنا شرحتها فرنسا بريطانيا وصفتهم لدولنا ليس دول مركزية قوية نحن حتى لو طرحنا الحل السياسي نحن متمسكين نحن كحزب على الأقل أنا بقول لك وبأنها سياسي موجود نحن متمسكين بأن سوريا يجب أن تكون دولة مركزية قوية ولها قوتها ووجودها في الصراع العربي الصهيوني أولا وفي حديثها في المنطقة لأن سوريا دولة قوية وهذا دورة هذه دمشق يعني عفوا هذه دمشق مو حدا تاني ما فيك تقول لي والله بدي حول أنا دمشق مثل الحكومة اللبنانية اللي بتعود تتصارع على نفايات وعلى كهرباء على تعيين على تعيين موظف ولا عفوا مثل أي حد ووصفتهم لماذا هلأ عم نترجم الكلام أنت ترجمتي الكلام ماذا يريدون من سوريا يريدون من سوريا أن تكون دولة يعني بكيان برلماني هزيل ضعيف وبالتالي منعمل حكومة 14 و 8 آزار بسوريا منجيب المعارضة منحطها قدام الحكومة منتحاصص نحن وياهون هذا هو مطروح في جنيف هذا هو المطروح في هذا هو الفيلم الأمريكي جنيف أحد تجلياتهم وهم هذه الصيغة التي يريدونها والتي علينا إفشالها بصراحة علينا إفشالها طب لم نبدأ يعني ما زال خطر هذه الصيغة قائما نعم قائما لأن اليوم البعض يتحدث بأن هناك أخطار أخرى تجاوزنا مرحلة التحاصص ربما بالنسبة لهم لا لا بالنسبة لهم لسه هني هذا طرحهم شو هو طرحهم في جنيف هذا طرحهم وطرحهم بصراحة أنه تعو يعني أنت ما تتذكري أكتر من مرة حتى بجنيف اتنين قالوا له الوفد الحكومي تعو لن خلص من حل الأمر خلص ننسى أنه شو منتهمكم فيه تعو لن نتفع على الوزراء أو على الحكومة أكتر من مرة طرح هذا الأمر طيب حتى أيام سيد كيري أكتر من مرة طرح مع القيادة الروسية طرح مع الخارجيين الروسية يعني قيل لنا هذا الأمر بالخارجيين الروسية أنه تعو نتفع على الوزراء السوريين قالوا له أن الروس أنه هذا بنتفع الشعب السوري عليه ما نحن بنتفع عليه هذه الصيقة هي المطروحة حتى الآن هي المطروحة لماذا أقول لك بأنني أفضل وأن تكون المصالحات محلية وأستنى ما هو مزيتها بأنها الاعتراف الإقليمي يعني التراف التركي بصراحة بس هو خلينا نسمي الاعتراف الإقليمي بأن هذه النوع من الحرب السورية سوف تتزحرج لكي تحرق كل المنطقة كل الأخضر ويابس بالتالي تعالوا لنحاصر هذه النار ونجعلها تبرد شيئا فشيئا من هذا المنطلق نمكن أن نفهم الصيغة المختلفة ومنها آخر الصيغة وليس من أي منطلق آخر ليس من صيغ الاعتراف لها أو من صيغ أنه نقبل بها كأمر واقع ولكن بأن هو إطار لكي لا تنفلت هذه الحرب السورية وتعرف هي ممكن توصل إلى حرب مدمرة وشاملة وخصوصا أن وضع التركي مختلف عن وضع السعودي مختلف عن وضع الخطري كونه دولي حدودي ودخلوا بجيوشهم وممكن تصادموا ممكن تصادموا صدام حقيقي يعني هنا كان لدينا خطر حتى الطائرات تتذكري حتى الطائرات الأمريكية والروسية وبالتالي كان إطار التفاهم بعد قصف مطار الشعيرات أوقفت روسيا يعني فترة تعاونها أوقفت تعاون أو التنسيق السلبي كما يعني معروفة لها تسميته باللعب العسكري صحيح تمام وبالتالي من الواجب وضع إطار عسكري كما ذكرت حضرتك في أستنى لكي لا يتأولا لكي يدرأ التصادم الكبير ثانيا أقول لكي الواقع أن نتحدث عن التبريد التبريد المتدرج وليس أنه والله في حل سحري لأنه عدد الأف متشعبة لدرجة هائلة عدد تنظيمات المسلحة عدد كل شيء بغض النظر الإرهابي ولكن العدد كبير الحل يحتاج إلى وقت الحل يحتاج إلى وقت ومن الآن إلى أن نصل إلى أن يتبلور حل ما هناك خطر في الجنوب نعم ما عليك وقفك بس هون لكي يحتاج إلى وقت لكن كل مصالحة هي في طريق الحل معناها هذا الوقت ليس ضائعا هذا ما قصدته أما الحل في جنيف بطريقة أنه باتش يعني طبخة هذا هذا لا يمكن الوصول إليه إذا كانت غير متطابقة مع الواقع عفو مهمة الإضافة التي تفضلت فيها حضرتك أيضا ما يحدث في الجنوب السوري مهم وخطير وقلت أنت بأنه الأردن هو يعني لعبة أكبر منه يعني لنسأل أيضا أين هو الإسرائيلي فيما يحدث في الجنوب الحشود على حدود الأردنية وليست على حدود الجولان المحتل هذا أمر أيضا ما يحدث يعني أين هو السعودي وإن هو القطري وإن هو الأمريكي هل كلهم منخلطون في هذه اللعبة وهل كلهم قادرون على تحمل العواقب التي ستنتج إذا ما فشل الأردن إذا ما تضرر الأردن هلأ بصراحة طبعا الكل منخلط لكن أبدا بالتحليل السياسي ما لازم نأخذ الأمور دجمة يعني ما لازم نأخذها مع بعضها خطأ يعني بيكون أولا الإسرائيلي اللي نبدأ من هو الإسرائيلي دائما حاضر ودائما كان موجود نهجه إلى نمطه يمكن تحدثنا على هذا الأمر كثير مشاهل ما كثير نأخذ وقت فيه السعودي هلأ لما بنحكي عن السعودي وعن الأمريكي وإلى آخره لا بصراحة لكي نعطي تحليلا وهون في عمق بدي يكون في دقة بالتحليل بصراحة الأدوار تتنوع ولا يجب أخذ الأمور دجمة بهذه المسائل أعتقد بأن هناك أحيانا بصراحة حتى هذه الدول تتعاطى بالمسائل أحيانا ببعض الخفة وأحيانا تدفش بمسائل وهي ما أنا كثير مراهني عليها أنه خليه يجرب وعم يصير هذا الأمر يعني السعودي بالنسبة للأردني مثلا لا أحكي عن الأمريكي الأمريكي بالنسبة للأردني بالنسبة للأردني بالنسبة للأردني خلي البريطاني يجرب وأنا أميل لكي أقول لكي بالاستقراء السياسي خلال لما تتذكري لما طلع المشروع هذا لتبع الجنوب في سوريا وانخراط الأردن فيه كان هذا الحكي تقريبا من شهر ونص كان الروسي بدبلوماسيته دوما عم يصوب على البريطاني تتذكري حديث المندوب نائب المندوب اللي شفناه كمان شرس بعد الله يرحمه فيتالي تشوركين فكان عم يصوب على البريطاني أكثر من الأمريكي وهذا الموضوع ملفت يعني أنا من الناس اللي بيتوقفوا عند هيك شي وبالتالي المشروع وجدته بريطانيا حتى أكثر من أن يكون أمريكيا ومع أن المشاريع يعني ليست كليا بعيدة عن بعضها ولكنها قد تتميز ومن المفيد أن ندرك كنه هذا التمايز إذا كان قد حصل وبالتالي بأعتقد أن هذا المشروع حتى الآن هو موجود لكنه جرى من قبلنا ومن قبل العمل العسكري والعمل الدبلوماسي جرى تعطيل العديد من مفاعله وخاصة بالمشروع الأكبر الذي أنا أعتبره والأكثر تحية وإعجابا وراحة وشو ما بدك من مشاعر أو من تحليل هو عندما أجد أن جنودنا السوريين أصبحوا على الحدود العراقية في التنف وأنهم ذهبوا إلى دير الزور هذا هو الشيء الأكثر أهمية وعندما أجد بأن الجيش العراقي أيضا قد أصبح على الحدود هنا عمليا بيصير واحد من أكبر عوامل ضرب المشاريع الأخرى بالحديث عن دير الزور قبل قليل كان هناك خبار عاجل مفاده بأن مصدر عسكري قال بأن واحدة من قوات المسلحة قضت على عشرة إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي بمحيط المقادر وحيط العرفي بيدير الزور جيش العربي السوري يعني مستمر بهذه هذه المنطقة الآن بصراحة من ناحية الجيوستراتيجية كل مناطق عزيزة على قلبنا لكن عندما نتحدث في الحرب نتحدث عن جيوستراتيجية وبالتالي هذه المناطق هي صاحبة أولوية كبرى الآن في هذا بالذات في الرد على المشاريع البريطانية هنا أقول إليش لأن بريطانيا تاريخيا في منطقتنا دولة مخططة بريطانيا عزيزتي يعني هذا الجاسوس اللي بيسموه لورنس العرب هذا عمل حوالي 14 ألف تفجير على خط السكك الحديدية التي نحن بسميها الحجاز هو بإيده كان يروح على الموتورسيكل ويفجرها من المهم أن نذكر بأن بريطانيا هي التي أوهمت محمد بن عبد الوهاب بأنه هو قائد ديني وميش الجيني وخليفة المسلمين وأنشأ المذهب الوهابي التكفيري الإرهابي في السعودية ليه هو الأب الروحي لكل هذه الأفلام الإرهابية التي نراها والجرائم الإرهابية يعني بقي لدي دقاء قليلة ويجب أن نعرج على موضوع مهم جدا لا يبتعد كثيرا عن موضوع الأزمة في سوريا هو موضوع ما يحدث في فلسطين المحتلة وموضوع إضراب الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي برأيك إلى أي مدى مجد هذا الإضراب حتى اللحظة اليوم الإسرائيلي لديه أكثر من 1500 أسير مضرب عن الطعام وبالتالي يمكنه أن يناور بهذا المجال أكثر من أنه يكون أسيرين أو ثلاثة والإعلام مصلت عليهم كأسماء يعني فلسطين هي الجرح الأكبر في هذه الأمة وحقيقة فلسطين هي الجرح الذي أنا شخصيا بحب أن أقول بأننا هذا الجرح الذي لم نعرف كيف نتعامل معه وبأن يتمثل فيه أكثر أخطاءنا إذا صح التعبير وحب أن يكون بهذا الموضوع كثير شفاف لماذا؟ لأن فعلا الألم وأنا ما فيني بصراحة أجي وأحكي مثل ما قلت لك شوية مساحي تجميل يعني أمام الشعب السوري هذا التشرذم الذي نحن عليه جزء من تيار المقاومة الذي كان بين ظهرانينا يعني عم بحكي عن حماس كان واحد من أكبر التنظيمات التي ضربت في سوريا وبالتالي هذا نوع من العته ونوع من عدم وجود التوجه القاتل بصراحة وبالتالي أنا في هذا الموضوع لست بحاجة أن أتحدث كثيرا عن إضراب الأسرة لماذا؟ لأن هذا الأمر نحن نعلم منذ أيام الانتفاضة الأولى والثانية وغفاضات وكل الحروب أولا بأن شعبنا هو يجد سبل جديدة دائما للمقاومة وكانت سوريا دوما هي حاضنة للمقاومة الحاضنة الأكبر للمقاومة وإذا بدك لما كانت سوريا عم تضرب ببداية الأحداث كان في حروب غزة أكثر من مرة حرب لغزة وكانت سوريا مع المقاومة كان لافت أنه في 2014 عندما شن العدو الإسرائيلي الصهيوني حربه الرقم مباعفة ديش على قطع غزة كان لافتا أن الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية كانت من الصناعة السورية وتحدث حتى الإعلام الإسرائيلي عن هذا الأمر لكن أيضا بالعودة إلى موضوع إضراب الأسرى الفلسطينيين ما الذي يمكننا أن نفعله برأيك لدعم لنصرة هؤلاء الأسرى لكي نكون معهم أكثر لأن اليوم يبدو معركتهم وحدهم لا ليست معركتهم وحدهم أولا صيغة إضراب الأسرى هي بهذا الشكل التضامن الذي يجري هو في هذا الإطار لكن أعتقد بأن رفع منسوب الوعي هو الأكثر أهمية أنا أعتقد بأن الفصائل التي في منطقتنا أولا بهمني الفصائل في سوريا الطبيعية يعني في العراق وفي الشام في سوريا وفي لبنان وفلسطين بما يتضمن أيضا الفصائل الفلسطينية وهذا كان متضمن في بيان حزبنا الحزب السوري القومي الاجتماعي أيضا نحن ندعو إلى حوار ما بين الفصائل المقاومة وحوار ما بين الفصائل والأحزاب في منطقتنا في سوريا الطبيعية وأيضا في العالم العربي وأيضا في محور المقاومة هذه الدعوة التي جاءت في بيان المكتب السياسي في الحزب نعتقد نحن أنها الدعوة الأنجع بصراحة إذا أريدك الآن أن يجب أن نعمل شيء بدافع عاطفي أنه لازم يضربوا أكثر عن طعام أو ننزل نعمل مظاهرات أو كذا أعتقد بأنه كل هذا نوع من العواطف أعتقد بأن هناك العديد من الأخطاء خليني يكون دقيق معك بهذه أنا أحب أن أكون مسؤول لما أحكي حتى لو بعض ما عجبوا أعتقد بأن هناك الأخطاء التاريخية التي تجري من قبلنا نحن الهفوات الكثيرة عدم وجود الوعي يسبب ذلك التشرذم علينا أن نجري حوارا يجب أن يجري حوار ما بين أحزابنا والأحزاب في العراق والأحزاب في فلسطين والأحزاب في لبنان والأحزاب في إيران يعني إذا كانت بعض الحكومات والأنظمة العربية معرقلة لفكرة التشاركية يعني الأحزاب بإمكانها أن تتحرك أعتقد بأن هذا أفضل ما يمكن أن يفعل من أجل إيجاد السبل لكثير من الأشياء وما رح نعطي أمسي لهم كي لا تضيع هباء كل تضحيات الشعب العربي في فلسطين يجب أن يكون هناك واحدة وطنية مش فقط نوقي ما هو موجود وإنما نحضر يجب أن نحن نستبق الأميركان بملف أو الإسرائيليين بالمفاتهم أنه نحن نصير في عندنا ملفات جديدة وليس فقط أن نكون نعمل بردات الفعل بالتأكيد أشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق الأحمد تعضل مكتب السياسي ورئيس الدائرة الخارجية والعالمية في هذا المكتب في الحزب السوري القومي الاجتماعي شكرا على وجدك معنا في هذا الحوار أيضا تحية لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة أجمل التحيات للرجال الجيش العربي السوري الصمدين على كل الجبهات والمنتصرين إن شاء الله لأجل سوريا ولأجل شهداء سوريا الرحمة إذن على أرواح شهداء سوريا مدنيين وعسكريين وأعلميين أجمل التحيات من فريق العمل مني يا را صالح ومن روح الزميلة الأعلامية الشهيدة يا را عباس إلى اللقاء